إذن أمطار رعدية ستخص الولايات الغربية خلال النهار اليوم مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية الغربية بإذن الله خلال نهار اليوم الجمعة إذن قدوم استراب جوي ضعيف لمتوسط النشاط سيخص الولايات الغربية إن شاء الله خلال نهار اليوم وكان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوبية التنبي من الدرجة الأولى يخص كل من ولاية سيدي بالعباس عنتي موشنت وهران كلمسان مست غانم عسكر والنعامة بتساقط أمطار رعدية كميات تقارب 30 مم محليا ستكون إن شاء الله بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر إن شاء الله إلى غاية منتصف ليلة اليوم بإذن الله وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي فإن شاء الله الثلوج ستخص أغلب المرتفعات الداخلية الغربية التي يتروحلها بين الألف إلى الألف والمائتين متر إن شاء الله خلال ليلة اليوم بإذن الله الأمطار تبقى تتساقط على الولايات الغربية إلى غاية منتصف ليلة اليوم أما المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية فستعرف إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة وضعية جوية مستقرة ومشمسة تقريبا على أغلب الولايات الغربية الوسطى وكذلك الشرقية للوطن وهذا إلى غاية يوم الاثنين على الأقل فيما يخص مشاهدين توقعات درجات الحرارة فأكيد ستكون الأجواء جد باردة درجات حرارة منخفضة حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي راح نسلو درجتين تحت السفر بالنسبة للنعامة البيض ومشرية كذلك الجلفة والتيارسة تقريب درجة واحدة تحت السفر باتنا قسنطينة سطيف أم البواقي وبرج بوعري ريج راح نسلو إن شاء الله في حدود سفر درجة السواحل الوطنية لن تتعدى الخمس درجات خلال الفترة المسائية وكذلك الصباحية تزيبزو حوالي سبع درجات سمسيل كبوس عادة ولمسيلة في حدود درجة واحدة فقط نلاحظوا حتى الولايات الجنوبية تحديدا ببشار بن عباس غرداية الوادي إليزي جانت وتامن رأس الأجواء ستكون باردة خاصة بعين الصفر إذن ستترى وحي إن شاء الله بين درجة واحدة فقط إلى خمس درجات خلال الفترة المسائية والصباحية أما القصوى إن شاء الله خلال ظاهرة اليوم كأدنى مقياس بين عامة البيض ومشرية 8 درجات فقط راح نسجلو بالجلفة تيارة حتى بعين الدفلة بين حوالي إن شاء الله 7 إلى 10 درجات قصنطينا سطيف أم البواقي وبرج بوعريج ستصل إن شاء الله خلال ظاهرة اليوم الجمعة في حدود حوالي 11 درجة بالنسبة لتبسة وخنشلة 10 درجات فقط عن نابة قلمة والسوق هراس كذلك على كل من جيجة البجاية وأيضا بتيزي وزو إن شاء الله ستتراوح بين حوالي 10 إلى 12 درجة فقط السواحل الوسطى والغربية كالجزاء العاصمة وأيضا على وهران عينتي موشنت مستغان غليزان كذلك ستتراوح إن شاء الله خلال ظاهرة اليوم بين حوالي 15 إلى 18 درجة بإذن الله مع سكر وتلمسان أيضا راح تعرف أجواء باردة خلال ظاهرة اليوم ولن تتعدى حوالي 14 درجة إن شاء الله الولايات الجنوب ديكة على مقدس ببرجباجي مختار وإنجزان في حدود 31 درجة إن صالح وأدرار 27 درجة 26 درجة لإيريزي واجانات تامن راست منخفضة إن شاء الله ستقارب خلال ظاهرة اليوم في حدود 12 درجة بشار بن عباس وعين الصفرة أيضا الأجواء ستكون باردة في حدود 12 درجة فقط غردايا زلفانة ستصل إن شاء الله إلى حوالي 14 درجة والوادي لمغير وأولاد جلال ستقارب إن شاء الله بين 12 إلى 20 درجة للإشارة الوضعية الجوية تبقى مشمسة ومستقرة فيما يخص الولايات الجنوبية مع تطاير بعض الزوابع الرملية على وسط الصحراء توقعت حالة البحر إن شاء الله لنهار اليوم وكذلك خلال الأيام القليلة المقبلة يبقى دائما قليل الإضطراب لمصدرب الرياح قد تسل سرعة حتى 50 كم في الساعة على السواحل الشرقية علو الأمواج يقارب أو يتراوح بين المتر إلى المترين وإتجاه الأمواج شرقي إلى شمال شرقي على كافة السواحل الوطنية ويرتقى بخلال الأيام القليلة المقبلة البحر يبقى دائما قليل الإضطراب على طول الشريط الصحلي وسرعة الرياح تقارب أو تترى بين 30 حتى 40 كم في الساعة على أغلب السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية للوطن إذن مشاهدين أنطار رعدية وثلوج ستخص الولايات الغربية بإذن الله خلال نهار اليوم مع تسجيل أجواء جد باردة تقريبا على أغلب المناطق الشمالية إن شاء الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أسامة ونشكرك كذلك على كل هذه الأطفال